إلى حيث يبقى رهينة إلى الأبد يرحل الشاعر أحمد قاسم دماج بين موت دماج وولادته قصة مثيرة زاخرة بالتفاصيل تبدو مسيرة الرجل منذ إداعه كرهينة في سجن القلعة بمحافظة تعز تقول الرواية إن عسكر الإمام أحمد عندما فشل في اعتقال عمه أخذه واجه الصغير مصيره بتحدي حتى زج به في سجن القلعة المكان الذي سيدخله طفلا في السابعة من عمره سيخرج منه فتى في السابعة عشر حيث فقد أحمد عقدا كاملا من العمر بعدها يحاول عمه تعويضه ما فاته من سنوات فيذهب إلى تخصيص مدرس له ليبدأ تعليمه كرس أحمد حياته للمطالعة والقراءة في مكتبة عمه فتكونت لدى الشاب المغامر رؤيته ليخوض معها معركة الدفاع عن الجمهورية مقاتلا في صفوفها مرة ومنافحا عن تأريخها العريق مرات أخرى وتلك نقلة دفعت بالشاب المغامر للانخراط في تيارات يسارية مناهضة لسلطة الأجهزة البوليسية المتعاقبة على الفترة ذاتها فكانت هذه أبرز أسباب عودته إلى السجن مجددا بعد ثلاثة عقود تكشف التفاصيل أن الرهينة ليس سوى ذلك الطفل الذي وجد نفسه فجأة في قفضة جنود سيذهبون به إلى سجن القلعة المكان الأسوأ في تأريخ البلاد لتخلد قصته في رواية يسقط مؤلفها شخصية الرهينة على حالة اليمن إبان حكم الإمام أحمد كما يتم اختيار الرواية ضمن أشهر مئة رواية عربية في القرن الماضي لم يكن محورها سوى دماج السجين القديم الذي سيصبح رئيسا لاتحاد الأدبى والكتاب كان الفتى قد نجح في تأهيل نفسه فكريا وثقافيا إلى درجة وضعته في مصاف النخبة الأولى وغير مرة رفض أحمد تولي مناصب رسمية ليبقى عامل التوازن في أهم مؤسسة مدنية بارزة بعد أن حاول نظام صالح ضمها وإلحاقها بسائر الهيئات المدنية التي سقطت في قبضة حزبه وهو السلوك الذي قال عنه الراحل دماج مع اندلاع ثورة الربيع العربي انتهاج صالح وسعيه لأن يستأثر بكل شيء هو ما دفع إلى إعلان الثورة عليه وخلعه